أعلن حزب مستقبل وطن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ذكر بيان للحزب أن قراره قد جاء انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار عشر سنوات وذلك في جميع قطاعات الدولة والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة في تاريخها المعاصر وأن الدولة قد نجحت تحت قيادة رئيس السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة وأضاف بيان الحزب أن قراره جاء استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وإذا تنضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم لاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة لذا وانطلاقا من مسؤولية الحزب السياسية فإنه يؤيد ويدعم ترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء اشتركوا في القناة